بدي روح لعند الإعلامية والممثلة باتريسيا السيس شماسة باتريسيا أنا شوي هيك عملت فاصل بينك وبين لينا لأنه للأسف نفس التجربة نفس الوجع نفس الوجع هو خسارة الضنة لما نقول الضنة هو أعز يعني شيء أعز بتكمل الحياة وهي كمكملة قالت ستراغدة أنه أنا هي بتحن علي لما نفقد ولد من أولادنا شو منفقد؟ نفقد نص الروح رابعة نص الروح بتروح بس في روح تاني بتكون حاضرة معك شو ما عملت كيف ما رحتك كيف ما جيت مين يا روح تانية مين ابنك يلي فقتي لأنه أنت فقتي جسد إنما الروح بتحضنك لأقصى درجات هيدا شيء بتمنى ما حدا يعيشه بس اللي مارئ بهيدا التجربة بيعرف كتير منيح عن شو عم بحكي لأنه نحنا بنفقد جسد أنا بالنسبة لألي فقدت جسد طبعا مدم لينا حكيت كأنه عم تحكي يلي أنا كنت بدأ أقوله بس هيدا الروح يلي بتحاوتك شو ما عملت بتكون معك بكل قراراتك بتحس فيها بكل لحظة بتحس يعني أنا بالنسبة لألي يوان حاضر معي أنا هلأ يوان قاعد معي ومش اللي تواعي أو مش إذا بدك هيك أنه أنا عم بختريع أو أنا عم جرب واسح حادي لا أبدا 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 أنا حدا كتير واقعي بس كتير مؤمن والمؤمن بيعرف أنه نحنا الروح ما بتروح هي حاضرة معنا بكل لحظاتنا العالم أحيانا بيقلك ما في روح يستفل بس الإيمان بيقلك أنه في روح وهيدا الروح أنا بالنسبة لألي حاضرة بكل تفاصيل حياتي وحياة عائلتي وهيدا الروح يلي موقفتني على إجريني ومخليتنا آمن أكتر ومخليتنا بكل لحظة واللي تكون مشيئتك بحييكي طبعا إيوان ما صر له سنة ثمانة شهر ثمانة شهر أنا معلي بس بدي أعليق شوية عم بتقولي حضرتك أنه العالم بيقول ما في روح يلي ما اختبر وجود الروح ما يحكي عن الروح لأنه مثل ما قالت باتريسيا في طريقة ما فينا نفسرها نحنا منحس أنه هني معنا بأداء التفاصيل بتحس بوجودهم أنا لما فأت هادي بصيروا يقولولك تعرفي نيالك صار عندك ملاك بالسماء بالأول قالوا مين قالكم بدي الملاك بالسماء بدي موجود بدي حد بس لما بتقطع السنين وبتقطع الايام عنجات بتصير تعرفي شو معناتها هاي الكلمة أنت عندك ملاك بالسماء عنا حدا نحنا حارسنا من فوق حدا بيصلينا حدا بيدعمنا هلا أنا أؤمن إنه مظبوط خي أنا مش نساء عندي ملاك بالسماء في أطلب منه ساعة لأنا بحاجة لإله وهو بيستجيب أو بيعملنا واسطة أنا بضاني بإله له هادي شفلي شو فيك تعمل لي شفية شفية ايه ضبط لنا الأمور